كتب الصحفي الإسباني روبين أمون مقالا على جريدة الكونفيدنسيال الإسبانية تحت عنوانه 2050 سبت مغربية وكتالونيا جمهورية مستقلة وتنبأ الصحفي الإسباني في مقاله باسترجاع المغرب لسبت المحتلة من طرف الإسبان وكذا باستقلال منطقة كتالونيا عن الحكومة المركزية لمدريد كما تحدث الصحفي ذات عن الاستقبال الغاضب الذي خصصه سكان سبت المحتلة يوم الثلاثاء لرئيس الحكومة بيرو سانشيز في زيارته العاجلة للتغر المحتلة ووصل بيرو سانشيز يوم أمس إلى مدينة سبت المحتلة وسط احتجاجات السكان المحليين من أجل الوقوف على الوضع في المدينة التي استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين خلال اليومين الماضيين وفي خبر آخر أكد الباحث الرواندي والمتخصص في شؤون إفريقيا أنري جاكوايا أنه يجب على الجزائر أن تستوعب أن الصحراء تقع تحت الثيادة المغربية وأن تتوقف عن مناورات التعطيل التي تحيك ضد المملكة المغربية وقال الثيد جاكوايا في تصريح لوكالة المغرب العربية على هامش مشاركة ثلاثاء في ندوة افترادية حول الصحراء المغربية نموذج للاندماج والتنمية بإفريقيا نظمتها دائرة الحقوق والديمقراطية إن الأقاليم الجنوبية للمملكة هي جزء من المغرب ويجب على الجزائر أن تستوعب أن الصحراء تقع تحت الثيادة المغربية وضاف جاكوايا المختص في الشؤون الإفريقية والمدير العام للوكالة الرواندية للأنباء قائلا يجب على الجزائر أن توقف مناورات التعطيل وأن تستجيب لتطلعات المجتمع الدولية كما يجب أن تعترف بأن الصحراء كانت دائما مغربية وأسجل أن الجزائر يجب أيضا أن تحترم حرفيا القرارات المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية مذكرا في هذا الصدد مذكرا في هذا الصدد بالمثلثل السياسي الذي تقوده حصريا الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمية كما ثلت جاكوايا الضوء على دور الجزائر في خلق وإدامة النزاع الإقليمية حول الصحراء مذكرا بأن الجزائر تأوي وتمول وتقدم الدعم الدبلوماسية لمرتزقة البوليساريو دعا رئيس حكومة كتالونيا السابق كارلوس بودغيمون الحاصل على اللجوء السياسي ببلجيكا الاتحاد الأوروبي إلى عدم الإنجراف وراء القومية الإسبانية حول مدينة ثبت وامليليا معتبرا في تغريدة على حسابه الشخصية على تويتر أن المدينتان إفريقيتان واعتبارهما جزء من أوروبا هو إرتل للماضي الاستعماري الذي سمح للأوروبيين بامتلاك أراضي خارج أوروبا وأضاف الزعيم منطقة كتالونيا الحاصل على اللجوء السياسي في بلجيكا بعد الحكم عليه في إسبانيا غيابيا إترى إعلانه استقلال منطقة كتالونيا وانفصال على إسبانيا أن للمغرب الحق في إطارة مسألة السيادة على المدينتين كما سيكون من الضرورية إيجاد الثبل للحوارة من أجل حل النزاع وطلب الزعيم الكتالوني الملاحق قضائيا من طرف إسبانيا على أن الريباط ومدريدة عليهما إجراء حوار لمعالجة الخلافات التي بينهما يأتي هذا التصريح في الوقت الذي بدأ النقاش على أشده وسط الطبقة السياسية الإسبانية حول الدفاع على المدينتين المحتلتين من طرف إسبانيا منذ القرن الثالث عشر الميلادية كما دار نقاش سياسي حاد صباح اليوم الأربعاء داخل البرمان الإسبانية حول تدبير رئيس الحكومة للأزمة مع المغرب حيث حملت العديد من الأطراف السياسية وعلى رأس الحزو الشعبية بقيادة بابلو كاسادو حكومة سانشيز أسباب هذه المشاكل التي تعانيها إسبانيا نتيجة أخطاء ديبلوماسية ارتكبت الحكومة مع المغرب وفق تعبير كاسادو في مداخلة له بمجلس النواب أمام بيدرو سانشيز بدوره رد بيدرو سانشيز بحدة على انتقادات بابلو كاسادو وشكك في وقوف حزب مع الحكومة الإسبانية واتهمه باستغلال هذه المشاكل التي تتخبط فيها البلاد من أجل الإطاحة بحكومته في هذه الظروف التي تتطلب تماثك الجميع مضيفا بأنهم لن ينجحوا في إشارة إلى الحزب الشعبي وكان وزير الخارجي المغربي ناصر بوريتا قد أكد في حوار مع وكالة الأنبيل الإسبانية الرسمية أن الريباط دعمت وحدة إسبانيا عندما واجهت النزع الانفصالية في منطقة كتالونيا حيث كانت المملكة واضحة في موقفها ورفضت التفاعل مع الانفصاليين أو الاتصال بهم دون إبلاغ سلطات مدريد منشيرا أن الكتالونيين طلبوا أن يتم استقبالهم من طرف المغرب غير أن طلبهم تم رفضه بدون حضور ممثل للسفارة الإسبانية في الريباط في ظل الأزمة السياسية الغير المسبوقة التي تشهدها العلاقاء المغربية الإسبانية بدأت العديد من نوافذ الحل تضيق بين الريباط ومدريد لتجاوز أذمة حادة يعيش البلدان المطلين على ضفتي مضيق جبل طارق وفي الوقت الذي رفع المغرب ثقف تصريحاته الدبلوماسية عالية من خلال بلاغات وزارة الخارجية أو من خلال تصريحات سفيرته في مدريد كريمة بن عيش التي اعتبرت أن هناك أفعال لها عواقب ويجب تحمل تبعاتها في إشارة إلى قبول إسبانيا استقبال الزعيم عصابة البوليساريو ودخوله إلى البلاد بجواز صفر جزائري مذورة وإثم مستعار وهو ما اعتبرته الريباط عملا عدائيا في هذا الوقت لجأ رئيس الحكومة الإسبانية بيرو سانشيز إلى الملك فليبيا السادس لتخفيض التوتر مع المغرب بحكم علاقاته الشخصية مع الملك محمد السادس صحيفة الموندو الإسبانية التي نقلت الخبر أكدت أن الملك الإسباني أجرى مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء مع رئيس الحكومة بيرو سانشيز حللوا من خلالها خطط العمل المقترحة لفك الخلاف مع المغرب كما اتصل الملك الإسباني فليبيا السادس برئيس الحكومة المحلية لثبتا وعبر له عن تضامنه وينتظر أن توافق الحكومة الإسبانية على تحرك الملك فليبيا قبل أن يبدأ في إجراء اتصالاته مع الملك محمد السادس لمحاولة تخفيف التوتر بين البلدين بعد أن وصلت الأزمة بين الريباط ومدريد إلى مستوى غير مسبوقة وأكدت صحيفة الموندو أن الحكومة الإسبانية تعود على القدرة الدبلوماسية للملك فليبيا السادس من أجل التحدث مباشرة مع الملك محمد السادس كما سبق أن فعل شهر أبريل من السنة الماضية حينما تواصل مع ملك المغرب بعد أن باشرت الريباط توثيع مياهية الإقليمية المحادية لجذر الكناري بمقدار 200 ميلة وهو الاتصال الذي تفاعل معه المغرب إيجابية وبدد مخاوف إسبانية بخصوص توثيع الجرف القارية لمياه الإقليمية حيث كانت تلك هي المرة الأخيرة التي تحدث فيها الملك فليبي مع الملك محمد السادس واعتمدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها على الصداقة المتينة التي تجمع العائلة الملكية الإسبانية والعائلة الملكية في المغرب منذ عهد الملك الراحل الحسن الثانية والملك خوان كارلوس وتدعمت هذه العلاقة بوصول الملك فليبي السادس إلى القصر الملكية بعد تنازل والدي عن العرش ووصول الملك محمد السادس إلى الحكمة بعد رحيل الملك الحسن الثانية رحمه الله وبرزت قوة هذه العلاقة بشكل كبير عند الاستقبال الذي خصه الملك محمد السادس للملك فليبي السادس وعقيلته الملك لتيسيا سنة 2019 بالقصر الملكي في الرباط حيث تم الاحتفاء بهما بشكل كبير على مائدة إفطار رمضانية ثم عشاء رسمية وهو ما اعتبرته الصحافة الإسبانية على أنه علاقة صداقة وتقارب كبيرة ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية فالعلاقة بين الملك محمد السادس والملك فليبي السادس لم ترقى إلى العلاقة التي كانت تجمع بين الراحل الحسن الثانية والملك خوان كارلوس لتفادي العديد من المطبات السياسية في العلاقة بين المغرب وإسبانيا وظهر ذلك جليا من خلال التوتر الأخير بين مدريد والرباط كما أن تأجيل الاشتماع الرافع المستوى بين الحكومة المغربية وناظرتها الإسبانية في العديد من المرات بدون أسباب مقنعة يبين أن دور القصر الإسبانية في التأثير في الثياسة الخارجية ما ذال لم يرقى لمستوى العلاقة الشخصية التي تجمعه مع الملك محمد السادس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر